اشهد سيد محمد عبيدو رئيس المركز المغربي للتسامح وحوار الأديان بالمبادرات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في ترسيخ ثقافة التسامح والتعايش السلمي وتعزيز الحريات الدينية والحوار بين الأديان والثقافات ونشر قيم السلام والإخاء والتضامن في خدمة الإنسانية جاء ذلك خلال اللقاء سعادة السيد خالد بن سلمان المسلم سفير مملكة البحرين لدى المملكة المغربية الشقيقة عميد السلك الدبلوماسي العربي في مقر السفارة بالرباط وخلال اللقاء أشهد سفير بجهود المركز في نشر قيم السلام والتسامح الديني والوسطية ونبذ العنف والتعصب والتطرف وأعرب عن فخره واعتزازه بتسلم العضوية الشرفية بالمركز ترجمة نانسي قنقر